هل كنت تتوقع أن في الجزائر نرى كبار المسؤولين في الدولة كبار المسؤولين في تشكلات سياسية سيناتورات، نواب، كبار رجال المال والأعمال كارت المال السياسي في الجزائر على موعد معروقة العدد حقيقة الجواب لا أن حتى واحد يتوقع أن رب العالمي أن ربي سبحانه بداية الأزمة وأنه في بعض الأشخاص اللي غامروا أنا أقول مغامرة واستفزاز للشعب الجزائري ولكثير من الخيرين حتى في الطبقة السياسية مغامرة أنه رشحوا أقدموا على ترشيح الرئيس السابق كانت هذا هو كان عمل الاستفزاز وكان رد فعل سريع وكان عفويو تلقائي وكانت المطالب كلها بانتياز أنا ذاك لا لعوذة خامسة لأنهم كانوا يعرفوا لأن الرئيس مريض وأن الحاشية والمحيط كانوا ينهبوا والكل كان يعلموا والكل خايف يتكلم فأنا من هذا المنبر نحيي الشعب الجزائري نحيي الشعب الجزائري تحييته إجلال وأيكبار لأنه حرر كثير من الإطارات الجزائريين في مختلف المؤسسات بما فيها حتى الحزاب السياسية اللي كانت إطاراتها التخشى تتكلم وانت تعرف شيء تعرضنا له تعرضنا له شخصيا لما تعرض المسؤول ليتلقى الأوامر ويمشي بالهاتف وينفذ مؤامرة حيكة ضد جبه التحير الوطني لماذا؟ لأنه أصحاب المال نحن في جبه التحير الوطني عندما تمكنوا من المال يمولوا يحوصوا يديوا السلطة ووجدوا ظلطهم في جبهة التحير الوطني المسكينة واستولوا عليها من طرف قيادة واحتووها وقيدوا إرادة كل المناظرين الشرفاء لماذا تشعر سيد حسين خلدون وأنت كنتم ولازلتم قيادة في حزب جبه التحير الوطني عندما تتابع في الصحافة الوطنية أن أمينكم العام السابق حزب جمال ولد عباس الذي تم سحب الثقة منه قبل ساعات منه الآن تم تفعيل عملية السحب حصانة برلمانية منه أنه متهم ومتابع في قضايا فساد لماذا تشعر؟ أنا أشعر بالسعادة الحمد لله الآن رفعت كل ضغوطات التي كانت تتمارسها والعصابة التي كانت فيها لطاعة الإشارات يحرك هذا الملف ولا يحرك هذا الملف الآن نقول نشكره نشكره الشعب اللي حرر الكل ونشكر المؤسسة العسكرية اللي ضمنت وتعهدت بأن تقف إلى جانب الشعب وانحازت بشكل مفضوح وضمنت وتعهدت بضمان تسير هذه المرحلة الانتقالية وسنعود إلى قضية الاقتراحات في أحد خارجاتكم الإعلامية أنكم تطالبون من الشعب الجزائري الاعتذار نعم نقدم اعتذار كقياد للشعب الجزائري عما أصاب جبهة التحر الوطني من هوان في فترات سابقة وليس توليدة الحراك في جبه التحر الوطني بدأ منذ سنوات طويلة الحمد لله الحمد لله اليوم أنا نتكلم فيه موضوع عن تاع الأمير العام السابق هو وغيره نحن نحيي القضاء ونطلب أن يسرع في الكشف كل المتوريتين في قضايا الفساد وأكثر من ذلك نطلب من القضاء أنه يوافي القيادة التي ستنبثق عن الدورة القادمة القيادة الشرعية لحزب جبهة التحرير الوطني موفاتنا بقائمة كل المتوريتين المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني تقصد هنا أن حزب جبهة التحرير الوطني فتح الباب على مصرعيها ماما صحاب الشكارة أكيد أكيد خواهة كانت تباع وتشترى تشترى وتباع وترشحات بالشكارة وفيه بعشرة أو للواجهات في المجالس المنطقة بسواء كانت محلية أو وطنية معروفين بالأسماء الناس اللي جاء وفي فترات سابقة نحن اليوم نقول بأننا نريد نريد بقائنا اليوم من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حزب جبهة التحرير الوطني قوائم نواب برلمانيين كل القوائم كل من تورط في قضية فساد أو في قضايا فساد وهو منتمي إلى جبهة التحرير الوطني حتى تستطيع القيادة المقبلة إن شاء الله أن تتخذ قرارة صارمة هو تطهير الحزب من هؤلاء وإقصائهم نيائيا من عند جبهة التحرير الوطني وهذا ما نتعهد به أمام الشعب الجزائري بأننا نناظر وعدنا إلى النضال بعد رحيل الأمين العام السابق هذا الذي رفعت عنه الحصانة من أجل إعادة بناء الحزب على أسس نوفمبرية تماشيا مع ما يطلبه الشعب الجزائري أن تعود جبهة التحرير الوطني إلى حضنتها الشعبية له الشعب الجزائري وأن تساند الجيش الوطني الشعبي تساند الجيش التحرير الوطني فيما اتخذه من مواقف لحماية الشعب الجزائري ولتجسيد كل مطالبه ونحن نزيد نأكد مع كل مطالب الشعب الجزائري بعيدا حتى الدستور الحلول الدستورية وممكن إذا كان فيه اقتراحات نحن في جبهة التحرير الوطني هذا رأيي شخصي نحن نلتقي مع الأخوة في المعارضة لكن هما قالوا لكم مرسوا لكم قانون العزل ما أعتقدش من تورط من قريب أو من بعيد نعم من تورط نعم نحن نبدأ بير فصل هذا ما تقصدون سي أمر خباب حابت نوضح نقطة هذه ترشيح الرئيس السابق من طرف جبهة التحرير الوطني أنا أقول باللي جبهة التحرير الوطني ما رشحتش الرئيس بوتفليق لماذا؟ لأن الترشيحات رئيس الجمهورية من صلاحية اللجنة المركزية اللجنة المركزية كانت منحلة ولن تجتمع على الإطلاق والاجتماع الضخم الذي حدث في قاعد بيضاني هذا يعتبر مهرجان شعبي يعتبر لقاء مفتوح للجميع